دكتور خالد الفرّة كان في إدارة للمخلفات أو نظام المخلفات سابقة طبقاً للقانون الأديم اللي كانت منشأة 2015 ومش هايزة أقول فشلت ولكن هو النظام كله ما نجحش يعني كل القصة ما نجحتش نتيجة إيه يعني ماذا في صلاحيات الإدارة الجديدة اللي هي منشأة بالقانون الجديد بتاع 2020 ما يعطي لهذه الإدارة لإدارة المخلفات دي الصلاحية إنها تحاسب تراقب يعني صلاحياتك وإيه الجديد اللي عندكم الجديد حضرتك طبقاً لإنشاء الجهاز في نوفمبر 2015 كان بناءاً كان في الأول هو عبارة عن قطاع أحد القطاعات لإدارة المخلفات ضمن وزارة البيئة وبالتالي تم إنشاء الجهاز في 2015 كمرحلة أولية للفصل يكون جهاز نفسه زي بنفس الأكتيفتيز بتاعة جهاز شؤون البيئة نتيجة كبر العمل في هذه الموضوعات لما بدأ الجهاز يشتغل فيه 2015 في أواخر 2015 بدأ يحط زي ما تفضل زميلي الدكتور أحمد سعيد بدأ يحط الخطط استراتيجية لمنظومة المخلفات كاملة متكملة سواء بلدية اللي هي بين قسين القمامة بتاعة المنازل والمناطق التجارية وما إلى ذلك وبقية المخلفات الأخرى اللي هي المخلفات الخطرة هنا لما جئنا على أرض الواقع للتنفيذ تم البداية من 2016 2017 بدأنا نحط إيه الضوابط التشريعية المطلوبة لقوامة هذا الجهاز في الاتجاه الصحيح ونتج عنه القانون بتاع رقم 202 لسنة 2020 في أكتوبر الماضي اللي هو في صدر القانون أنه هو بيعيد هيكلة الجهاز الذي أنشئ في 2015 بيصبح جهاز ذو كيان بشوية ضوابط يجب أن تتوفر في هذا الجهاز من ناحية التخطيط من ناحية تقديم الدعم الفني للمنظومة وما إلى ذلك ومن ناحية الرقابة والرصد على المنظومة كاملة متكاملة لكافة أنواع المخلفات مع وضع كافة الدعم المطلوب لكافة الجهات التنفيذية سواء كانت على مستوى 27 محافظة الموجودين عندنا في جمهورية مصر العربية والليدر في حتة التطبيق والتنفيذ للمحافظات هي الجهات التنفيذية الوحيدة الموجودة هي وزارة التنمية المحلية بناء على هذا القانون وما سبق هذا القانون خلصنا من الاستراتيجية الوطنية العامة للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات في جمهورية مصر العربية من خلال مخططات رئيسية بتاخد كافة المناحي الموجودة في 27 محافظة وزي ما تفضل الدكتور أحبت يعني أنتوا دوركوية دورنا حضرتك تخطيط تصميم رصد ورقابة بعد التنفيذ